هكذا تتعامل ميليشيا الحوثي الإرهابية مع الأطفال تعتبرهم صيدا ثمينة وتعدهم ثروة عسكرية وتنظر إليهم كفئة تستوجب الاستثمار الطائفي والعسكري لخدمة أجنداتها في معركتها ضد اليمنيين بالترغيب والترهيب وبابتزاز الأسر في مناطق سيطرتها تستغل الميليشيا نفوذها بالتحشيد والتجنيد للأطفال غير آبهة بأي قوانين محلية أو دولية ميليشيا انتزعت مواليد من أسر كثيرة في البيضاء قبل أكثر من عقدين وقامت بتنشئتهم تنشئة خاصة من عدة محافظات وكانت تمنح أسرهم رواتب محددة كانت تنتزع مواليد في سنواتهم الأولى وتخفيهم تماما عن أهاليهم وتقوم بتنشئتهم تنشئة متطرفة وهم من استخدمتهم طيلة حروبها سواء الحروب السيت أو حربها الشعواء على الشعب اليمني مؤخرا أصدرت منظمات حقوقية تقريرا قالت فيه إن الميليشيا جندت خلال عام ونصف فقط أكثر من ألفي طفل وزجت بهم إلى الجبهة ليشاركوا في معارك القتال فيما كانت الميليشيا قد أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت نحو مليون طفل في معسكراتها الصيفية خلال العام 2023 وهي معسكرات درجة الميليشيا على استخدامها لأغراض التعبئة والتجنيد طوال سنوات الحرب هذه الميليشيا التي جندت الأطفال وقعلت من الأطفال وقودا في الجبهات وفي مقدمة الصفوف الأمر الذي قعل الضحايا في ازتياد وهو ما ظهر من خلال التقارير الحقوقية والتي لم تعرها الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أي اهتمام في إصدار قرار حازم من أجل إيقاف هذه الظاهرة بحسب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فإن ميليشيا الحوثي استغلت أحداث البحر الأحمر وتطورات الأحداث لمضاعفة نشاطها في تجنيد الأطفال تحت قطاء محاربة إسرائيل بينما تزج بهم الميليشيا إلى جبهات البلاد لقتال اليمنيين يعد تجنيد الأطفال مشكلة تهدد حياتها محاضرة ومستقبلة تفخيخ عقول الأطفال وتحويلها إلى قنابل منقوطة هو ما تسعى إليه ميليشيا الحوثية الإرهابية من خلال استغلالها للسيطرة على بعض المناطق في البلاد وحالة عدم الاستقرار الأمني فيها أيمن قائد أيمن شباب تعز ترجمة نانسي قنقر